المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبهذه المناسبة تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى رئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام الكبير والدعم المتواصل الذي تواليه القيادة للأسر البحرينية في مختلف الظروف الحياتية سألنا المولى عز وجل أن ينعم عليهما بمفور الصحة والعافية وأن يجعلهما دخرا وعونا وسندا للوطن والمواطنين وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما مؤكدا أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تعمل على تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله وتنفيذ توجيهاته في تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين من جانبه ثمن ألمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ساعدت الدكتور مصطفى السيد تكليف المؤسسة للقيام بهذا الدور الإنساني لمساعدة الأسر المتضررة منه طول الأمطار وبين أنه فور تلقي توجيهات الكريمة فقد قامت المؤسسة بفتح باب التقديم الإلكتروني لتلقي طلبات الدعم للأسر المتضررة عبر موقعها الإلكتروني وتم السملام حوالي 880 طلب دعم بعدها باشرت اللجنة المعنية المختصة بدراسة الطلبات المقدمة حسب معايير واشتراطات المؤسسة ودراسة شدة الضرر الذي تعرضت له المنازل من المطر وفقا للمستندات المطلوبة وبناء على ذلك تم اعتماد قائمة الأسر المستحقة للمساعدة وتحويل مبالغ الدعم في الحسابات البنكية لتسهم بذلك لمعالجة بعض الأضرار التي لحقت بالمنازل ترجمة نانسي قنقر